في كنوز بناء الشخصية عايز أشارك مع حضراتكم بوست ثري جداً على السوشيال ميديا وزي ما اتفقنا إن لو أنا مش متأكد إن صاحب البوست هو اللي كاتب البوست على صفحته فندعيله وربنا يتقبل منه ويجعل كل الكلام القيم المكتوب ده في ميزان حسناته لكني أفضل إن أقرأ البوست من غير ما ينسيبه لحد عشان إيه أمانة أو دقة النقل البوست بعنوان الأرواح التي اعتادت القلق بيبدأ البوست بمقولة لي الكاتب الروائي والفيلسوف الروسي اسمه فيدور دستيوفيسكي بيقول الأرواح التي اعتادت القلق تظن أن الطمأنينة فخ وبيقول إن أي حد مر بصدمة كبيرة بيفقد شعوره العام بالأمان كإجراء احترازي إنه ما يمرش بالموقف ده تاني كأنه بيقول أنا اللي حصل لي ده عشان كنت متخيل إن الوضع آمن فيبتدي يتعامل مع القلق كوسيلة جديدة لإحمايته من الوقوع في مواقف مؤلمة جديدة كأنه بالضبط كده داخل على الدنيا هو عام زي وضع الملاكم كده خايف البوكس يجيله منين وبعدين قال لا تستطيع أن تنقذ شخص مما يدور في رأسه وبيقول إن الإنسان العادي اللي بيمر بأي تجربة مؤلمة يتخيل بعدها إن ما فيش أمان في الدنيا وأي موقف جميل فيه طمأنينة يشعر أنه فخ ممكن يتقلب لألم بعد كده الإنسان ده ضحية فكر شخصي لأنه كان رافض لاحتمالية وجود أي سيناريو تاني غير اللي كان هو متوقعه الطمأنينة عمرها مكانة فخ إنما رفض الإنسان إنه يصدق إنه فيه احتمالات كتير ممكن تحصله بره اللي كان متوقعه أو مستنيه هو ده الفخ الحقيقي وبعدين قال بعض الكلام لكن يكفي الجزئية دي خلاصة اللي حضراتكو سمعتوه إن الشخص اللي مر بأزمة كبيرة تألم ألم كبير قوي فبيبدأ يبقى عايش في الدنيا حاطط مصدر الألأ إنه يقع في الأزمة دي تاني ولما بيتعرف على ناس طيبين أو ربنا بيبعات له رزق بيحس اندفخ إننا تضربها تجيلي منين وإحنا عندنا كلمة مشهورة يقولك عيني الشمال بترف كإننا إيه مستني الخطة من الأقدار والمعنى الأصعب إن إحنا تزرع ما بيننا فكرة وكأن الله سبحانه وتعالى مش واسع العطاء لما الأمور تبقى ماشية حلوة وربنا موسع علينا والعيال صحتها كويسة والدنيا كويسة والحمد لله الله وما فيش ابتلاء وكأن ربنا لا يرضى إن الأمور تبقى مستقرة كده فلما الواحد ربنا يوسع عليه بقى مستني الخطة تجيله منين فيبقى دايما مصدر الألأ فهو بدأ الكلام بكلمة الفيلسوف الروسي الأرواح التي اعتادت القلق تظن أن الطمأنينة فخ وبالمناسبة ده أكبر حلم للشيطان إن هو ينتزع من قلبك الطمأنينة لله وإنك أنت وإنت مع ربنا سبحانه وتعالى في خبطها تحصل ودل الشيطان قالوا ثم لقاتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين انتزاع إحساس الطمأنينة والإمتنان إن تدبير ربنا سبحانه وتعالى وقمة الخير لنا هو أحد أكبر إن لم يكن أكبر هدف من أهداف الشيطان علشان كده الطمأنينة مش فخ الطمأنينة دي عبادة في القلب اسمها حسن الظن بالله اللي بالتوازي معاه بتاخد إجراءاتك الاحترازية من الورست كيس سيناريو من السيناريوهات اللي مش كويزة أنا مطمئن لكني عندي حكمة وحرص ليه؟ لأن دي الدنيا الدنيا مش زي الجنة الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الجنة لهم ما يشتهون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ما فيش كلام جارح إلا قيلا سلاما سلاما الدنيا مش كده الدنيا أصعب سيناريو فيها رحمة من ربنا وهو الموت لأن الإنسان لما بيموت بينتقل من القوضة الكبيرة اللي اسمها الكرة الأرضية الدنيا لحتة أكبر بكتير وممتلئة بالرحمة الكاملة بإذن الله من ربنا وهي جنة القابل روضة من رياض الجنة فحتى الموت هو انتقال من رحمة إن شاء الله إلى المئة رحمة وإحنا كنا أصلا غريقي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى غرقانين في رحمة ربنا فما بالك لما نروح للمئة رحمة اللي حاجة عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن توقعات المؤمن اللي عارف إن فيه نعمة هشكر عليها وعارف إن فيه أزمة هي من قدر الله كلها خير إن شاء الله هصبر عليها قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وعرف إن هو في عناية ربنا فكان خيرا له وربنا يزوده ويكرمه وإن أصابته ضراء يعني حاجة ظاهرها فيها أذية فقط شيء معين فقط شخص معين انتهاء علاقة معينة باب من أبواب الرزق تقفل باب من أبواب الرزق الخزنة مليانة عند ربنا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن شوف ختمة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيقول أنت محتاج تستدعي عقائدك الإيمانية عقائد إيه؟ عقيدة القضاء والقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الصالحين يقولوا اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير واختر لي فإني لا أحسن الاختيار الصالحين ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا يا حي ويا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أصحى الصبح لغاية بنام بالليل كلمني يفتح للأبواب أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين نفسي دي بتقلق وبتخاف وتجربها اللي في السابق بحكم بيها على مستقبلي فلو عندي حاجة مضلمة أبقى خايف أنها تتكرر تاني فتعتاد الأرواح على القلق فتظن أن الطمأنين فخ استدعي عقيدة أن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الوكيل الذي توكل لك أن يجري لك أمورك على ما يحقق مصالحك حتى وإن كنت لا ترى ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون وينزل القرآن على سدم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض حدث من الأحداث براك أنت ملكش تأثير فيه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل ده مكتوب عند ربنا في الكتاب الكبير اللي فيه كل أحداث الخلق اسمه اللوحي المحفوظ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها يعني الدنيا إن ذلك على الله يسير إيه اليسير إدارة الكون إدارة أمورك ولا يؤده حفظهما لا يتعبه ولا ينقصه ولا يرهقه ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا الأسية هي الغرق في الحزن إحزن وتعب وخد وقتك بسعرف أن فيه رب بيضبر لك كل حاجة وهيفتح لك الأبواب المقفلة وهتتيسر والبلوة هتاخد وقتها وترتفع بعطاء يبهر اللفوس الله قادر على ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يعني تفرح لدرجة الكبر ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختالم فخور أسكن ولو جالك حاجة توجعك اعرف أن إن شاء الله تبقى آخر الأحزان واللي جاي كرم وعطاء ربنا بيقول سيجعل الله بعد عسر يسرى هو اللي قال كده فإذا اعتادت روحك على القلق فظننت أن الطمأنينة فخد شطان شطان بيسيء ظنك في ربنا استعن بالأذكار استعن بتاريخك مع ربنا إزاي كان بينجيك من كل كرم وإنت ساعتها الوجع اللي جواك ده بإذن الله يرتفع وتصير ممتن لحفظ الله وعنايتك في الدنيا والآخر بدنا يصلح أحوالنا وياخد بيدينا ويهدينا ودايما أشوفكم على خير